قل ما تواثرت في شخصية يمنية سمات الفرادة الذاتية والحضور الشعبي والتأثير الاجتماعي والفاعلية السياسية والروح الإيجابية المتكاملة وإذا حضرت هذه السمات مجتمعة فلن تشير البنان إلى غير الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي يعد من أبرز معالم الحركة الوطنية ورموز النضال الجمهوري في اليمن الحديث وتأتت هذه الفرادة الذاتية في شخصية الشيخ الأحمر من كونه عاش أخصب مراحل التحولات السياسية في تاريخ اليمن وأكثرها اضطراما في الأحداث والمتغيرات المتسارعة فتزامنت فترة طفولته مع بدايات المد الثوري السبتمبري والحركة الدستورية ثم كانت الإعدامات السياسية الميدانية التي نفذها الإمام الطاغية بحق رموز الطليعة التحررية وشملت والده وشقيقة قد وضعت أمام الشيخ الشاب الطريق الوطني الصحيح الذي لن يسلك غيره والشيخ الأحمر خاض معترك السياسة من أزهى أبوابها المؤدية إلى تمثيل مبدأ الشورى والديمقراطية والتعددية الحرة وأن يحكم الشعب بنفسه في ظل النظام الجمهوري ما جعل منه مرجعية وطنية وفيرة الخبرة والتجربة على هذا المسار الطويل فقد امتلك الشيخ الأحمر رؤية وطنية متبصرة ووعيا حكيما وعقلية محنكة في إدارة توازنات المشهد السياسي والتوفيق بين فرقاء السياسة ورأب الصدع بين الأحزاب وجمع شتات المختلفين على كلمة سواء وقناعات مشتركة ولذلك كان وجود الشيخ الأحمر ملهما في التاريخ اليمني وفاعلا على سياق إنجاز التوافقات الوطنية داخل معادلة القوى السياسية مهما تباينت الرؤى وتعددت الاتجاهات وعلى طول المسافة الفاصلة بين مختلف الاتجاهات ساهم الشيخ الأحمر في تجسير الهوات وردو الفجوات فتنامت التجربة الديمقراطية الناشئة بحيوية واستمرت رغم مفعيل الوأد المبكر التي أحدقت بها منذ مهد الميلاد وكان اليمنيون إذا اختلفوا وتفرقت بهم السبل جمعهم الشيخ على وجهة نظر واحدة وقربت بين الوجهات المتضاربة برؤية حكيمة محنكة جعلت من صاحبها شخصية إجماع وطني مقنعة للجميع وحضورا وجدانيا خالدا في الذاكرة الوطنية والشعبية لا يأثل بريقه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة